أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بيكين قررت وقف التعاون والاتصالات مع واشنطن في ملفات عدة تمتد من التغير المناخي إلى الاتصالات العسكرية ردنا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان قبل أيام وذكرت الخارجية الصينية في بيان أن بيكين قررت إلغاء المحادثات بين قادتها العسكريين ونظرائهم الأمريكيين وشملت الإجراءات الصينية وقف التعاون في ملفات إعادة المهاجرين غير الشرعيين ومكافحة المخدرات والسلامة البحرية ومكافحة الجريمة عبر الحدود